المتوسط لسنة 2019 حيث بلغت نسبة الناجحين أكثر من 55% فيما بلغت نسبة القبول 66.73% من إجمالي 631 ألف تلميذ اجتاز الشهادة بينما بلغت نسبة رسوب أكثر من 44% وهي الأرقام التي تطرح علامات استفهام حول استراتيجية الوزارة في تطوير المدرسة الجزائرية فبالرجوع إلى نسبة النجاح في البيان مقارنة بالسنوات السابقة نجد تراجعاً طفيفاً في نسبة النجاح لهذه السنة ففي سنة 2018 بلغت نسبة النجاح 56.88% أما في سنة 2017 فقد بلغت 56.33% ورغم لجوء الوزارة إلى إنقاذ الراسبين في الشهادة باحتساب المعدل السنوي إلا أن نسبة الراسبين تبقى رغم ذلك مرتفعة لما كنا ننتظر هذه النسبة حوالي 66% أو 67% يعني 34% من تلاميذ من هذا 34% يعني لمن جحوش رح يكون منهم حوالي 8% إلى 10% يطردون وحوالي 23% إلى 24% وربما حتى 25% اللي رح يعودوا السنة هذا 25% اللي رح يعودوا السنة رح العام المقبل بداية سنة رح يشوفوا الاكتظار اللي رح يكون تنصيب المجلس أعلى للتربية هو تنصيب للكفاءات هو فيه أخصائيين فيه باحثين فيه أكاديميين هذا اللي رح يديروننا الاستشراف وهذا اللي يعطوننا خطة طريق ويبنيوننا السياسة العامة للمنظومة التربوية في الجزائر ورغم الإصلاحات العديدة التي بشرتها الوصاية والرامية لإصلاح المدرسة الجزائرية والمنظومة التعليمية إلا أن نسب النجاح ترجمة نانسي قنقر